اترابينا من وإحنا صغيرين أنه يعني طول عمرنا في بقى صراعات وفي خناقات وفي حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا نبقاش عارفين يعني هل الصح أن أنا أغضب وتنرفز ويبقى رد فعلي عنيف اتجاه الحاجات اللي بتحصل حوالي ولا رد فعلي يكون هادي ودي حاجة مش بنبقى قادرين عليها كمان وإحنا صغيرين مثلا ما كنا بنضايق من حاجة ونثور تلاقينا من ندبدب على الأرض مثلا بتقلينا لأ أعودي محترم كده غلط طب ما أنا عايز أعبر عن نفس طب إيه طرق التعبير الصحيحة يعني عايزين نفهم النقطة دي هو الغضب بصفة عامة بيجي نتيجة توقعات أنا بنتها من شخص معين المفترض أن هو يبقى رد فعله علي كذا المفترض لما زعل هو يطبطب علي بالطريقة الفنانية لما أقوله كذا هو يرد علي بالطريقة الفنانية ولأن احنا اتربنا شوية على الأوحدية أوحدية أوحدية يعني ايه يعني النادي الواحد الكنيسة لازم تكون كنيسة ماري جرجس أحسن من كنيسة ماري مينا كده يعني هي بتبقى انتماء أكتر يا بونا من أنها يعني أوحدية يعني الواحد يعني يبقى أنا مثلا كنيستي مش بقدر أروح أصلي في مكان يعني هي بتبقى انتماء أكتر من أنه أوحدية مش عارفة بحيث معلش احنا تربنا برضو على هي يمكن في مصر شوية عن فكرة أن احنا كل حاجة عندنا هي دي بس وأي حاجة براها غلط يعني دي نقطة سلبية بولا للأسف عيدا عن العقيدة من العقيدة هي الاسسناء الوحيد من الأمر ده لكن عايزين ندخل في فكرة أنه بيكون كل زوج متوقع من الطرف التاني رد فعل معين كلام معين ما بيلاقهوش فبيكون الرد الفعل اللي هو بيستجيب ليه بقى نتيجة يعني توقعات وخابت منه يكون بيغضب يكسر بقى يتكلم كلام مش كويس يخاصم بالشهر وبالشهرين أحنز ما بنشوف فبيكون رد فعل طبيعي نتيجة توقعات اللي خابت منه تماما ترجمة نانسي قنقر